كتعاني لي من تجاعيد كتعاني لي من الخطوط الامتينة الخطوط الرفيعة ترهولات الهيلات السوداء الوجيه ديالك كل كرشا كله كما كان قولو مكمش ليك فاليوم ما جيت وجبت ليك احسن وصفة واحد العشباية يا البنات اذا لمست الوجيه ديالك كونوا متأكدين غترجعكم في الريعان ديال الشباب ديالكم في سن العشرينات فما مكان العمر ديالك غترجع لي في سن الشباب وخة بزاف منكم كتسولوني كتقولوا يا العمر ديالنا صغير عمرنا غير ثلاثين سنة وليك اللي شفتنا تقول لنا را عدنا خمسين وستين وسبعين شنو السباب علاش فالبنات كين بزاف ديال العوامين طوي تلحظ ضروف الحياة ضروف العيش كالي البشرات الوجه ديالها ما كتعتانيش بيها ما كتستخدمش وصفة طبيعية ما كتديرش بزاف ديال الاشياء اللي كيزيدوا بيونوها كبيرة ولا راها شارفة وهي العكس هي العكس تماما يعني العمر ديالها صغير بزار فوخة انتي مازالة صغيرة كما كنقولوا وجهك تكمش ليك وجهك ولي حالة وحالة وكتزيدوها البنات بليفوندوتان ودي مسلا نقولها لكم كنقول لكم ليفوندوتان بعدو عليهم امتيساء را كتتتتخسري من جيبك وكتتخسريتا وجهك ماشي مشكلة يجيبك لو جيبك ووجهك بقزوين را همزيان ولكن وجهك وجيبك را كار يتعود مع البنات فبعدو علي الفوندوتان كيدرقو العيب كيبينو الوجهه احسن ما يكون في احسن صورة ولكن بعد مورو الواحد العام وعامين خصصا لك انتي كتدومي علي الفوندوتان بشكل يومي كوني مسأكده وجهك كيتتقب كيتحفر كيولي ولي بونواغ كيولي الساواد حول الفم كيولي وجهك عام رزغب كيولي كله مطرهل وفيه تجاعد فانا بزفت البنات حضرت اليوم عمرهم عشرين سانة يبانوا بحلها عندهم سبعين سانة فالله اعطاكم السحر البنات دي ما بقوا على طبيعتكم احسن حاجة هي تبقي على طبيعتك را هل ما يبغيكش على طبيعتك ما عمرو يبغيك نهائيا هذه نقطة نحطها في البال ان شاء الله هم يكون غير الخير فاليوما البنات غادي نعطاكم احسن وصفة بالنسبة لي غادي ترجعك صغيرة بعشرين سانة واخيكم ان شاء الله عمركم ستنسانة بوحد العشبة اللي يزوينا بطبيعة الحاليكم شفتوها في الصورة المصغرة هي قشرة الرمان قشرة الرمان بزا منكم تقولوا لي ما شوقيتو هادي مطابعة الحال ما شوقيتو ولا كرة تباع عطار او لعند اي عشاب تتدقيها في المهاز بعد تتحنيها وتسحقيها وتغرب ليها باش هكذا تحصل على باودر ناعم قشرة الرمان وان شاء الله سنصوب بواحد للمولاتي الوصفة واحد للمولاتي الوصفة ان شاء الله اللي شافك سيسوب لك على السرد وحتى على العمر ديالك ما ستبانيه ان شاء الله في عمرك الحقيق ستجبد لك الوجيه ديالك و ستبيضي وفي نفس الوقتها الناس تعطينا دارة تجبد الوجه منذ اول استخدام تصفي وتبيضه عشرة درجات سترجعي بها الشباب ديالك و نتمنى الناس تجربوها والله يعطيكم بسحال انه كثير لبنات يعقزوا كي يقولوا لي غام جربوها و ما كي يجربوهاش فعافكم البنات حيدوا العقز لانه كنينش معجازات كيتحسبو فحيدوا العقز عافكم غزالاتي لانه وصفة سهلة مهلة غير اللي مبغتش تديرها صراحة الله مقادر ساهلين و انا متحمسة اليوم و كل طاقة ايجابية باش نجين باختاجها معكم و انتمنى البنات تخبطوا لايك الله يسهل عليكم لانه كتفرحوني كتشجعوني كما كتفرحيني و كتشجعيني فالله يسر لك الامر ديالك والله يحقق لك كل اهدافك و كل امانك ان شاء الله و على بركة الله البنات غادي نشو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة طريقة تستخدموا و لا تنسونا حتى التعليق الله يحفظ لكم و ليداتكم دعونا نحط لكم منطقة كيف يفجتكم الوصفة المهم على بركة الله اول حاجة عندي هنا قشرة الرمان هاوما هادوه البنات صراحة لانه فقيتة الرمان كما كنت قول لكم فقيتة شهر عشره و حداش و اتناش قول لكم جيبوا الرمان طبعا تناولوا لانهو زوين كل فوائد و كل مزايا القشرة ديال ذاك الرمان قولوا بيهم في بلاسة مشمسة من بعد ما كيتشمش لك ذاك الرمان او القشرة دياله كتحصف ضيبه في واحد العلبة كي يديك عام عامين تلت سنة اربع سنة يخصو يكون مشمش باش هكدا ما يغملش وما يوليوش في الحشارات وبصحة والراحة وما انا عندي هنا ياراني طاحنا قشرة الرمان ها هو طاحناه بزيان ومنيلة لانه صراحة الله يلا غير تحنتيه بالزربرة مغادش تحصلي على باودر نعيمة خصك تحنيه وتسحقيه وتغربليه فهذا الشي اللي درتها البنات انا سحقتو وغربلتو ولا غزال فكي ما قلنا غانحتاجوا قشرة الرمان لكي يكون مطحون تحتاجي معاي كذلك الى الروز رمجتلكم وصفة لعلاج تشاهل حتى كانت وصفة بكل ما في الكلمة من معنى فغانحتاجوا لبنات الروز وعندي هاد البيض بزا منكم كتقولوا ليش من نوعية كتديري وليش من نوعية كتباختاجي معانا في الفيديو فالبنات كان ديرانا هاد البيض لانه زوين بزاف ورخيص فكان اخد طبيعة الكمية اللي بغيت لحاسب كل وحده تاخذ الكمية اللي بغيت تشدها تحنها مزيان تتولي نعيمة بحالة كده وتستخدمها فقلنا الروز قلنا قشرة الرمان كده لبنات كده لبنات غنحتاجوا ضانون او اليوغورت او الزبادي او الصيف غير الحاجة الباردة المنعيشة لتبرد لينالوجيه دينا ونحصلوا بها على ملمس رطب او ناعمة فنحتاجوا القشرة الرمان مطحونين الروز مطحون دانون شوية العسل حتى العسل لديه دين السكر والقليكوز هذا الرخيص ليس العسل الحر اللي كتبع ب300 و400 درهم هذا العسل عادي ومطبيعة الحنتية سواء هذا الحر او لا دين السكر فنعودوا المقادر القشرة الرمان مطحونين قلنا الروز مطحون قلنا دانون او اليوغورت او الزباديم هناك يبقى لكم الاختياء وغا تحتاج معايا العسل وكذلك البنات غادي نحتاجوا شوية ديال المورد والمزهر لانه ينعشك يحيد الهيلات السوداء الانتساغن البوقع بزف ديال الحاجات هنا غا نديري مموهات الورد هادي والمموهات الزهر انا صراحة الله كل مراش ندير مي كان حاول البنات نديرهم في تلاجه فهذا الفصل ديال الصيف لانه صراحة الله كان نحس انا منيك يدخل هاد الصيف هذا كان بدى نحس بالحرارة المفريطة ضغية البنات كان ولي كان عرق فكان بالحاجة الباردة وما كانش حسن انه ناخد المورد ونديرو في تلاجه ما نعودش لكم كيفاش كي يجي غزال او لبعد المرات كان ناخدوه كان ديرو في الفريغو وكان ولي كان ديرو تحت عويناتي كل اللي لقب المنعس كي يبرد لي الوجه وفي نفس الوقت كاعتيني واحد الطاقة واحد الحياوية الوجه واحد البرودة غزالة البنات تجربوه وردو علي اتباع حرارة البنات اتباع الحرارة حدوه فالحلال البنات وكان يختار عوي الكتير الحمدلله وكبيرا فعلى بركة الله ندزول طريقة لتحضروا كما قلناه عافكم عافكم الله سهل عمركم ما تنسونيش موحد لايك واشتركوا في القناة مرحبا بكم يوميا نجيب الجديد وفعلي زيل جرس وخليلي وحد التعليق يكون بحالك الله يحفظ لك وليداتك المهم هنا هنجمع القاسد هاكده القشر دي الرمان هاكده هاكده مطحون وغادي نضيف لي همي هاد الزهر اللي كتكون باردة في تلاجة باش هاكده تعطينا انتعاش ولا بغيونس وغادي نجمع كل شي انتم متا كان حصل على وصفة سائلة اشتوها ومبعده البنات نضيفه كمية الروز ها المعلقة الأولى والمعلقة الثانية جوج معلقة الروز ونحاول هكده نجمعهم ونضيف لهم واحد المعلقة ضانون او اليوغورت او هكده الزبادي ستكون سائل وممكن تدري قانتي جوجية لانه يدر هاد الكيمية اللي بقت عندي كاملة لانه دانون زوين بزاف كيبراد كيوحد اللون كيبيض كيعالج تجاعيد إذا لديك هكذا دي باقتي أنتين فيهم دي طاش فعليك باليوغورت أو لا بالجبن ولكن صراحة اليوغورت كيجي ساهل على الجبن يعني كيكون سائل القوام دياله حاولوا البنت تمعكو البنت بدو تخلطون ثم كتمعكو علاش لانه لما معكتوش مزيان ذاك القشرة الرمان كيتكور هانتو محبيباتي دابا غادي نزيد معلقة ديال الروز وفي نفس الوقت ندير معلقة ديال العسل وكما قلنا أنا را ما درتش العسل الحر أكرر هاد النقطة هادي باش هكذا بزفت البناس ما يقولوش ليال حر أراه ما عدناش أنا را البناس ما توفرش حاليا لاني سبارك الله كنستخدمه بشكل كبير فاليس كنستخدم مؤخرا غير العسل العادي وحتى هو مزيان الناس اللي كتسويني على الفعالية صراحة الله بحال بحال الفعالية والله القسم البناس يلا بحال بحال غر جربوا لغوسات أرضو علينا في كومنتر نشوفوا ليال قهوام ديال الوصفة كيفاش ديال ما شاء الله يا البنات نتمنى كيفان لكم شتو؟ نشوفوا كده نشوفوا كده نشوفوا كده فما عليك إلا تطبيقها على وجهك على عنقك أنا غنطبقها معاكم ما يمكنش بحال هذه الهميزة هذه ما نشاركها معاكم و ما نطبقها معاكم على اليد ديالي أنا هو واحد البرودة أقسم بالله اللي جربتها ما تنساش تدعي معايا الله يسهل عليكم كما كتفرحوني و كتشجعوني و كتشجعوني و كتشجعوني فالله يسهل عليكم كاملين و كاملات يا ربي المهم شوفوا لي القاوان على بركة الله بسم الله واحد البرودة لأنه ما تظهر بارد و زيت انا يحتدك الدانون أو اليوغورت اللي دايجة كان في تلاجة البنات كان بارد غزلكي حمق فما نعودش لكم على واحد الانتعاش نحس به واحد البرودة انتوما حبيباتي راه مكتسيح 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 كجي هكذا قاوم هزوين إلا بغيتم طبيعي الحالة اه تخليها عاقدة ولا سايلة يبقى لكم البنات الاختياء ديرها اللي دي داس ديالك ديرها الوجهك ديرها العنقك ديرها في ما بغيتها هانتوما شوفوا فكتخليها تكتجف و بعدك تغسليها و الناس اللي كي سولوني على الترطيق و تغسليها ممكن ترطبي ممكن ما ترطبيش على حسب ولكن دائما ترطيب كيبقى ما كيخليكش تحسي بالجافاث ما كيخليكش تحسي بالشهوخة المبكيرة دي موجه كيبان صغير دي موجه كيبان معلكم دي السمو كيعطي ذاك الابغيونس و ذاك الحميرة و ذاك الزينيقة فانا دائما مع الترطيب و الناس اللي كتسووني ممكن ترطبي بأي حاجة وفرت في البيت انا ماشي بشترط و تشارك معك مانتوج و تنجيها و تشري حاجة تحسين فهذا ترطبي البنات خدو ذاك الشيئ اللي عندكم سواء بزيت زيت 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 زينجلان زيت 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة